يعني هي ليست تعقيدات هي تجليات جمالية تنوع وغنى بالحرف وهذا الغنى له عدة أسباب يعني أحد الأسباب انتقال الحرف من حاضرة إلى حاضرة يعني لنقول القاهرة هي أوجدت أو كرست أنواع الخط الكوفي فخرج عندنا الكوفي المملوكي والكوفي الفاطمي بمعنى أن الحرف هو صورة وارتساب لفترة معينة وهو شكلها البصري بدمشق أوجد النسخ وأوجد خطوط أخرى في بغداد أوجد خط الثلث والنسب إلى الدائرة في الفترة العثمانية أوجدوا عدة خطوط الرقع والديواني وآخر وفي بلاد فارس أوجد خط التعليق فإذن كل بيئة أفرزت نوع خط يشبهها بهذا لما جاء الخط إلى المغرب العربي أيضا أفرزت خطوط أخرى ما لفتك أنه في دمشق النسخ هو كان الأساس؟ طبيعي يعني هو يبلش أندل بالحقبة الأموية أظن؟ يعني تبلور بالحقبة الأموية يعني أرادوا أن الناس تقرأ فيه جميعا يعني تخيل أنه من الحرف عندما تقرأ مخطوط تعرف أنه هذا الحرف جاء من نيسابور من هذه المنطقة من هذه الفترة هذا لا يوجد بأي لغة أخرى لأنه فن لكن أرجع لسؤالك الأول الأول وهو لماذا الخط مؤقد ولا يقرأ يقرأ ولكن لا يقرأ عند الجميع طيب الجواب هو عندما ترى تلتق بأي أوروبي الآن هو قادر أن يستمتع باللوحة التجريدية حتى اللوحة المفاهيمية واللوحة الأخرى عنده وعي بصري وعنده تكوين تربوي واضح بالعالم العربي لا يوجد هذا الشيء يعني أنا مرة حضرت لقاء لأحد الموثلين الكبار سؤال سألوه أعدد ثلاثة نوع الخطوط العربي الخط العربي لم يتمكن يعني جهد ممكن صفحتين يقرأها الفرد ممكن تساهم بأنه تنوره شوي عن هذا الفن هذه مسألة تربوية وحتى شخصية أحيانا التقي بأوروبي يعرف الخط الكوفي من المسند من الريحان وفي خط اسم الريحان جميل فهذا التقصير وليس يعني نعم لا تطلب أي من أحد يفهم لوحد تقصير بالتعليم وبالمناهج يعني لا تطلب من أي أحد يعرف لوحد سلفاد وردالي أو يفهم لا هو الخط يعني لأنه هو ينقل نص الخط ينقلك نص طيب وهذا النص له معنى وهذا المعنى يطمح بشيء يعني يطمح للوصول إلى شيء معايا يعني مفروض يقلوه الناس صح أنا هذا هو جوهر سولي لكن قديما كان كل يقرأ هذا اللي تلقى قديما لأجل ذلك أتى النسخ وتعود عليه البصر هاي القيمة الوظيفية اللي حر نعم لماذا اخترح خط الرقعة؟ لسهولة الكتابة صح هذا مقصد لوضوح الكتابة والنسخ أخذ كخط الرسمي المقروع أما الفن فشيء آخر ترجمة نانسي قنقر